يعني سينار نبدأ بداية عن طريق التوعية هناك حملات الآن بشكل مكثف نلحظة خلال يومين الماضيين سواء كان من هلال الأحمر من الطواقم الطبية سواء كان المتواءة الموجودة هنا في مناطق الجبل الأخضر أو التي أتت من جميع المناطق والمدن في ليبيا بمتابعة مع منظمة الطباء بلا حدود ومنظمة الصحة العالمية عن طريق وفودها المتواجدة في هذا المقر من خلفي هم يوصون بأن لا يتم شرب المياه من الآبار وكذلك عدم استخدامها ولا بد من استخدام المياه المعبئة بشكل موقع وملح دون الذهاب إلى استخدام مصادر أخرى للمياه وذلك بناء على مناشدات عدة وردت وكذلك تسجيل بعض الحالات من الإسهال والغثيان والإغماء وبالتالي هم يتحدثون على أن إمكانية أن يكون هناك عدوى أو وباء هي واردة وبشكل كبير ولا بد من التأكد من نظافة كل مصادر المياه في كامل المناطق الساحلية أو مناطق الشرق في ليبيا بدأ من منطقة برسلس وصولا إلى مدينة درنا هذا على مستوى ما يتم من قبل الفرق الطبية والصحية في مناطق الجبل الأخضر وكذلك لن ننسى أيضا بأن هناك استعداد أو هناك انتظار لأن يكون هناك عمل لجمع بعض العينات سواء كان من التربة والمياه وإرسالها إلى بعض مختبرات التحليل وانتظار النتائج لذلك وما سيسفر عليه أو القرار الذي سيتخذ بعد ذلك من قبل لجنة الطوار والاستجابة السريعة وهو ما أكد عليه وزير الصحة عثمان عبد الجليل قبل يومين على أنهم في انتظار هذه التحليل أيضا نذكر أمر آخر وهو قوافل لغاثة التي تتوافد بشكل كبير ومازالت مستمرة يعني منذ بداية هذه الكارثة على طول الطريق الساحلي وكذلك مطار بنينة بمدينة بنغازي والذي يشهد حركة مكثفة ومستمرة لوصول الطائرات لغاثة عن طريق الجسور الجوية التي فتحت معدة دول سواء كان من مصر أو كان من الإمارات أو من دولة الجزائر أو باقي الدول الصديقة والشقيقة التي سيرت هذه الجسور الجوية لتوفير سواء كان فرق الإنقاذ أو المواد الغاثية أيضا نذكر بأن يعني على بعد ما يعني مسافة ليست البعيدة من هنا مدينة سوسة وكذلك تريهم مناطق الصلال وكذلك مدينة درنب مازالت يعني فرق الإنتشاء يعني فرق الإنقاذ وكذلك مسألة يعني جهود انتشاء الجثامين هي مازالت مستمرة حتى يوم أمس تم تأكيد وصول مئة أو أكثر مئة وثمانية وعشرين من الجثامين يعني ما بين مياه البحر في ساحل درنة وكذلك في بعض الوديان بمدينة درنة جنوب مدينة درنة وكذلك هناك حديث الآن عن أن باستمرار هذه الجهود بمرور الساعات وربما الأيام القليلة المقبلة من المتوقع أن يتضاعف عدد الضحايا بعد أن تم التسجيل بشكل رسمي نذكر الآن سنار أكثر من ثلاثة ألاف وخمسمائة بشكل رسمي وهذا الأمر أشارت إليه يعني لجنة الأزمة في المؤتمر الصحفي قبل يومين على أن ما يوثق بشكل رسمي هو ما يتم الحديث عنه ولكن هم يعني يتحدثون أن هناك العديد من المنظمات التي يعني منها الهلال الأحمر على سبيل المثال إسعاف والطوارئ كذلك فرق المتطوعين هم يسجلون كذلك أعداد بالمئات وربما بالألاف بالإضافة للمفقودين الذين تجاوزوا أكثر من أحد عشر ألف من المفقودين مسجلين بشكل رسمي حتى الآن سنار وكذلك ما يقرب عن أربعين ألف من النجين من هذه الكارثة الذين هم يتواجدون في مناطق بدءا من بنغازي وصولا إلى مدينة طبرق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر